عبد الرحيم يقول ما تعليقكم حول اعتداء الشرطة على مظاهرات جرد الحساب بالقنابل المسيلة للدموع نعم ما زلت أقول هذا الكلام يعني ليس جديدا وإنما قلته بعد مظاهرات سبتمبر 2013 وقلته في المظاهرات التي كانت في ديسمبر 2018 وما زلت أكرره بأن المظاهرات السلمية التي يرفع أصحابها مطالب مشروعة هذه المظاهرات لا يكون بها تخريب للممتلكات ولا إتلاف للأشياء الخاصة أو العامة هذه المظاهرات ما ينبغي التعرض لها بسوء وهذا الكلام وجهته شفاهة وكتابة خاطبت به رجال الأمن في سائل العهود بأنه ما ينبغي الاعتداء على المتظاهرين السلميين وما ينبغي الاجتراء على انتهاك حرماتهم فضلا عن سفك دمائهم وأن هذا حرام ولكن أقول بأن أنا أقول هذا الكلام وأيضا إخواني من الدعاء وأهل العلم لكن بعض الناس يكيل بمكيالين يريد للمظاهرات التي تخرج بالمطالب التي توافق هواه أن تشرع لها الأبواب وأن تيسر لها الأسباب وأن تحوطها الشرطة والأمن بالرعاية والعناية أما المظاهرات التي تخرج من المساجد منددة بالتعديات على القوانين الشرعية وأن تباشر هذه الحكومة الانتقالية مهاما ليست لها بل هي من مهام الحكومة المنتخبة المفوضة من قبل الشعب لو خرج الناس من المساجد كما حصل في الجمعة الماضية أو قبل ذلك فإنهم يحرضون الشرطة على أن تضرب بيد من حديد بل يخرج بعض زعماء الأحزاب ممن صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الحريات يخرج مطالبا الشرطة بقمع هؤلاء المتظاهرين يقول لا مطلوب منا أن نكون عادلين مع الموافق والمخالف فالمظاهرات السلمية ما ينبغي التعرض لها ولا الاعتداء عليها هذا قلته بالأمس وأقوله اليوم وأقوله غدا إن شاء الله ونسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل